أنقص حياة عبد الناصر وضحك على الموساد الإسرائيلي الوجه الآخر لساميل إسكندراني اتقال عنه أنه تعالى بقراري ومخادع من العيار التقيل أصله ضحك على إسرائيل بعد ما وعدهم أنه هيبقى جسوس ليهم وفي يوم راح لعبد الناصر وكشف مخططات إسرائيل وأنقص حياته ساميل إسكندراني يا سيدي كان عايش في حي الغرية يعني تقدر تقول أنه ابن مصر الأديمة وبعد فترة عيلته قررت أنها تروح تسكن في شارع عبد العزيز المنطقة دي زمان كانت مليانة بالطاليان والأجانب وساميل كانت عرف بصوته الحلو فكان بيصهر مع الأجانب ويتعلم منهم وعنهم واتعرف على بنت إيطالية اسمها يولندا وحبها وحب الطالينة أكتر وأكتر ولجلة حظه جات له منحة دراسية بمدينة برجويا الإيطالية وبدأت اللعبة الخطيرة سنة 1953 وكان وقتها ساميل في العشرينات لكن كان مميز عن اللي في سنه لأنه كان بيتكلم خمس لغات وبيحب الرأس والغنى والرسم ودي فريسة مطلوبة علشان تجندوا إسرائيل بسهولة المهم في الوقت ده كانت إيطاليا مش مختلفة عن باقي دول أوروبا فكانت بتدور على ناس يشتغلوا جواسيس للموساد فكانوا بيدوروا على الشباب اللي المفروض بتكون متحررة وعندها حمس مش متحفزة زي معظم الشباب المصريين اللي بيدرسوا برة وبالتالي حيقدروا يجندوهم ويتعاملوا معاهم ما كانوش عارفين إن الشاب المتحرر ده هو نفسه اللي تربى في الغرية واللي كان بيروح مع أبوه تاجر الموبيليا للصلاة على سيدنا الحسين وهو كان عنده خمس سنين يعني عنده انتماء وصلابة مفيش حاجة تقدر تكسرها تحت أي ضغط أو إغراء وفي يوم لما كان سمير في إيطاليا راح سمير قابل شاب اسمه سليم في الجامعة اللي بهر الكل بزكاؤه وبإتقانه للغات كتير وأهمهم اللغة العربية على الرغم من انبهار سمير بالشاب في البداية إلا إن كان فيه شيء خلاه يحذر منه خاصة بعد تحركاته المريبة ومعرفة سمير بموضوع جواز سفره الأمريكي وإنه مش عربي وفي اللحظة دي استفاد سمير باللي تعلمه قبل كده من طباقع المجتمع الأوروبي واليهودي علشان كان قبل كده بيقعد يغني معاهم في القاهرة عارف إنه يخدع سليم علشان يعرف نواياه فسمير كان بيدعي إن جده الأكبر كان يهودي وأسلم وتجوز جدته لكن مفيش حد نسي أصلهم اليهودي وبالتالي أبوه سفر للقاهرة وبالتالي عارف أمه اللي هي يونانية وتجوزها وإنه أكتر من اللي جزوره اليهودية وقتها وقع سليم في فخ التعلب وقعد يقوله في حماس أنا عارف ده وأنا كمان مش مصري يا سمير أنا يهودي زيك كمل سمير في وهم سليم إنه بيكره النظام في مصر وصخته منه بحكم نشقته وإنه بيحب الفلوس سليم بقى أخذ سمير وعرفه على ضابط إسرائيلي اسمه جونسان شميت الضابط ده عرض على سمير إنه يشتغل لصالح الموساد بمنظمة الحبر الأبيض لمحاربة الشيوعية والاستعمار اللي كان هدفها القضاء على الشيوعية وإنها تسترد الفلوس اللي اختصابتها حكومة مصر من اليهود اللي هاجروا من مصر بعد حرب 56 وده بمقابل شهر سابت ومكافآت متغيرة سمير لقى نفسه في ورطة فقال لازم أكمل واشوف الحكاية بدأت التدريبات المكسفة على الحبر السري وإزاي جمع المعلومات العسكرية بعد كده طلب منه الضابط إنه يتطوع في الجيش الإسرائيلي وإنه يبرر حصوله على الفلوس بإنه كان بيشتغل مغني في أحد النوادي الليلية في روما رجع سمير لبرجويا عشان يستقبل أخوه الوحيد سامي وقال له على الموضوع اللي حصل في سرية ولما رجع سمير لمصر أخذ عربية أجرى للقاهرة وراح فورا يحكي لأبوه على اللي حصل أبوه كان بيتعامل مع راجل في المخابرات كان بيشتري منه حاجات للموبيليا فأبوه اتصل على الراجل ده وخلى سمير يحكيله على اللي حصل في سرية لكن الراجل اللي كان في المخابرات ده سمع سمير من غير ما يهتم بيه وقعد يضحك عليه لكن أبو سمير قال له على فكرة ابني سمير بيتكلم جد وبيقول إن إسرائيل كانت عايزة يختال المشير عبد الحكيم عامر ويدس السم لعبد الناصر فالراجل اللي كان شجال في المخابرات خلى سمير يقابل جمال عبد الناصر وقمر عبد الناصر رئيس المخابرات العامة المصرية صلاح ناصر إنه يقعد مع سمير لحد ما كشف سمير ست شبكات تجسز إسرائيلية وده خلى رئيس المخابرات الإسرائيلية يتشلم المنصبه وقتها عبد الناصر شكر سمير إنه أنقذ حياته